امبرح كان في مؤتمر اهم جدا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية او اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد اللي هيكون في 21 سبتمبر وزير التربية والتعليم الفني عمل المؤتمر مع عدد من وسائل اهلام والصحفيين وتكلم فيه عن التغيرات اللي هتحصل في نظام السنوية العامة وكمان في عدد من سنوات الدراسة سواء في دمج بعض المواد احلال مواد مكان اخرى او حتى في الغاء بعض المواد الهدف هو التخفيف العبق عن الطالب كمان زيادة المهارات الخاصة بالتعلم وليس التعليم وما تبقاش معلومات كتيرة اوي ومش موظفة في مكانها الى سليم صحيح وعشان كده الناس كلها كل الاسر تبقى تنبارح هذا المؤتمر لانه مرحلة السنوية العامة زي ما قلنا هي مرحلة مهمة جدا سنة بتحدد مستقبل الطالب بينهي مرحلة لها مرحلة التعليم الاساسي ويروح لمرحلة اخرى وهي مرحلة التعليم الجامعي خلينا نشوف دلوقتي مع حضراتكو هذا التقرير عن ما حدث بالامس في هذا المؤتمر نظام جديد للسنوية العامة اعلنوا مبارح محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نظام هينطلق يوم 21 سبتمبر الجاي النظام الجديد هيكون عبارة عن دراسة طلاب أولى سنوي في العام الجديد ست مواد بدل عشر مواد وتم إعادة تصميم المناهج المقررة علشان تكون اللغة الأجنبية التانية مادة نجاح وسقوط بر المجموع وهيطبق منهج العلوم المتكملة لأول مرة بدلا من منهج الكيميا والفيزياء كمان هيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا علشان تتلغي من الدراسة في الصف الأول الثانوي وتنتقل لمادة للشعب الأدبية في السنة التالية بكده هتكون المواد اللي هيدرسها طلاب الفرق الأولى للسنوية العامة في السنة الجديدة هي مواد، اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكملة، الفلسفة والمنطق ده بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع اللي هي التربية الدينية واللغة الأجنبية التانية ودي المواد اللي هتكون مواد نجاح ورسوب الخطة كمان احتوت على قواعد علمية تم الاستعانة فيها بمراجعة خبرى متخصصين ده غير الحوار المجتمعي اللي تعمل مع المعلمين ومديري الإدارات التعليمية ومدلس الأمنة والأباء ومجموعة من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم والمقترح بالكامل لقى نسبة قبول كبيرة وده اللي تقال أثناء الحوارات المجتمعية إن الخطة هيكون لها أثر في تخفيف العبء على الأسر المصرية بدون أي تقصير في المعارف اللي هيدرسها الطلاب أما بخصوص الصف الثاني والثالث في الثانوية العامة فهيتم إجراء تعديلات محدودة على مناهجهم في ضوء نواتج التعلم ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى والمراجعة العلمية الدقيقة وتحديث كل حاجة محتاجة تتحدث بالإضافة لدمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم وده اللي أصفر عن إن اللغة الأجنبية التانية هتكون مادة نجاح ورسوب بر المجموع والاستفادة من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى بالإضافة لإعادة تصميم مادة الرياضيات علشان تكون مادة واحدة بس وبكده هتكون الثمن مواد اللي هيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلاً من ثمن مواد في العام الماضي والمواد دي هتكون بالنسبة للشعب العلمية هي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والأحياء والكيميا والفيزياء وهيتم العمل بيها في السنة الدراسية الجاي على طول 2024-2025 ده غير إنه هيتم إضافة مادة التاريخ بدل الأحياء في العامين الدراسيين الجايين وبخصوص المواد اللي هيدرسها الطلاب في الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي في العام الدراسي اللي جاي 2024-2025 فهتكون اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات كمان في إعادة لتصميم محتوى الصف الثالث الثانوي من بداية العام الدراسي اللي جاي 2024-2025 بحيث أصبحت مادة اللغة الأجنبية التانية والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والسقوط غير المضافة للمجموع في شعبة العلم علوم وأصبحت اللغة الأجنبية التانية بر مجموعة شعبة العلم رياضيات وهيتم إعادة تصميم مادة الرياضة علشان تكون مادة واحدة بس بكده هيدرس طلاب شعبة العلم علوم خمس مواد بدلاً من سبعة وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيميا والفيزياء طبعاً إحنا كمان محتاجين نفهم مع حضراتكم إيه اللي دار بالزبط وإيه اللي هيتغير في نظام السنوية العامة إيه المواد اللي هيتم دمجها إيه المواد اللي هتتشال من الدرجات لكن في النهاية هي بتحسب مواد نجاح وسقوط كل هذه التفاصيل بكل تأكيد كان وراها كواليس كتيرة قوي عشان يصدر هذا القرار وكل تأكيد هو في مصلحة الطلاب معانا في فقرتنا الأستاذ أيمن صقر الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم بوكالة أنباء الشرق الأوسط والدكتور تامر شاوي أستاذ علم النفس التربوي بجمع تان شمس منورنا في الاستوديو صباح الخير عليكم صباح الخير أهلا بحضراتكم أستاذ أيمن في البداية إحنا دايما بيقول إن الدولة عندها دايما بتحط خطة والخطة دي خطة دولة مش خطة أشخاص فالنظام بشكل عام بيكون وراه مراجعات كتيرة جدا وزي ما سمعنا من خلال التقريب بس حابين نفهم أكتر عن الكواليس حوار مجتمعي لقاءات مع أولياء الأمور لقاءات مع خبراء التعليم إيه اللي دار بالزبط حتى يخرج هذا القرار أول حاجة صباح الخير يهلا بحضراتكم لازم نتكلم يعني هي حضراتكم بقول خطة يعني هناك استراتيجية للدولة للتعليم منظومة التعليم بدأت 2018 هذه الاستراتيجية مستمرة بدأت من محاولة روضة الأطفال وحتى الآن أولى صف الأول إعدادة هذا العام يعني الاستراتيجية شغالة الجديد أمس كان الخطة بقى خطة جديدة لمشكلة السنوان العامة طبعا كما يقال بالإضافة إلى بعض المشاكل المرتبطة بالسنوان العامة عودة الطلاب عجز المدرسين أكسافة بالفصول كل هذه المشاكل كانت سبب في العدوف والدروس طبعا الدروس طبعا دروس خصية كان الطالب بس المركز سنتر التعليمي ما بروحش المدرسة أنا عايز أساعده أن أجيبه المدرسة وقفره كل الإمكانيات اللي هو ممكن من خلالها ييجي المدرسة ويتعلم طبعا كان هناك مناشدات بالسنوان العامة طبعا المنظومة الجديدة في تطوير المناهج بيتم عام بعام يعني كل سنة العام الدراسي بيتم تطوير مناهجه هناك آلية للمناهج كم الدكتور تامر أكثر مني فهما فيها ولكن هناك آلية للمناهج إطار عام للمناهج عرض منقصة للتأليف كل هذا بيتم سنويا وفق المنظومة الجديدة ولكن مع وجود سنة العامة وخاصة أنها قانون لا يمكن التعديل في أي شيء خاص بسنة العامة إلا بتعديل قانون والعرض على البرلمان كل هذا صعب الآن ولازم يكون هناك حوار مجتمعي بالفعل يتم فيه كل أولئة الأمور التربويين والإعلامين كل ما يتعالج بالمنظومة وخبراء دوليين ومنظمات لنا شراكات معها كتعليم يتم حوار مجتمعي لوضع مناهج سنة العامة الخروج كان الخروج أنا بسميه الخروج الآمن الآن وفق المشاكل الموجودة بدمج بعض المناهج سنة العامة إعادة هيكلة معرفة ما هو الأهم وما هو المطلوب من الوزارة واللي طالب عايزه إيه والفعل تم الإعلان أمس عن هيكلة جديدة سنة العامة من الصف الأول السنوي تقليل عدد المواد داخل كل صف الاهتمام بالمقررات أو المناهج التي تفيد الطالب المشكلة اللي كان بتواجهها في سنة العامة أو الطالب هو مخرجات المدارسة السنوائية السنوائية عامة إيه هل الطالب استفاد من المناهج اللي درسها هل هذه المناهج موجودة استكمالا لها في الجامعات هذه المشكلة الربطة بين التعليم قبل الجماعي والتعليم الجماعي هناك مشكلة كبيرة يعني حتى في مشكلة تمام طيب احنا هنرجع تاني للتفاصيل لكن خلينا نخش للعمق شوية مع دكتور تامر هو فيه مشكلات يعني هنسميها مشكلات تقليدية كده للتعليم سواء كسافة فصول بناء وتجديد للمدارس أو المنشآت التعليمية توفير الكوادر المؤهلة لكن كمان أنا عندي بقى دلوقتي مناهج احنا بتدينا نبص بشكل مختلف وهو فكرة تعليم ولا تعلم تمام وإن لنا محتاجه وإن لنا مش بحتاجه وإن لنا نميلي المهارات الخاصة بي كلمنا عن فكرة دمج بعض المواد خصوصا المواد العلمية أنها تبقى مجمعة بشكل مختلف عن تقسيماتها اللي احنا اعتدنا عليها في مرحلة السنة وإيها كانت مجمعة لحد إعدادك بتبقى مجمعة المواد العلمية تحديدا وكمان المواد الأدبية هل أنا ممكن أستغنى فعلا عن بعض المواد الأدبية أو يتم إحلالها بأخرى ولا لا طيب في البداية سنوان العامة في مصر الإشكالية كبيرة جدا في كل الأسر مصرية وإحنا كل سنة بنعاني من المشكلات ووصول مع التطوير السنوات وكده نبقى أقصر خبرة ودراية ومشكلات لكن بيحصل في مصر العكس طيب هنا فيها زمانات كبيرة جدا في سنوان العامة بيشتكي منها كل بيت مصري اللي هي بين كسيم دروس كوسية من ناحية والكتب الخارجية من ناحية تانية يعني إحنا دروس كوسية الطلاب بدأوا يحجزوا بالفعل من أول شهر سبعة تمام الكتب الخارجية بدأت المؤسسات الخارجية يتأملها وأصعرهم بلغ فيها لا تتلقى مع دخل معظم القصة المصرية فهنا الدولة المصرية مش هتوقف عاجزة قدام كل اللي بيحصل دوت فهي دخلت في توقيت يعني حاسم جدا اللي هو توقيت دوت ده ضربة قاسمة لأباطر الدروس كوسية من ناحية وأصحاب الكتب الخارجية من ناحية تانية وهم دولة أكثر الناس بيقلبوا الرأي العام على ما حدث طيب هل اللي احنا بنكلم عنه تطوير ولا تعديل الوزارة اللي هم تذكر كلمة تطوير في أي وسية إعلام تمام قالت يا فنم إعادة هيكلة التطوير هيحصل للمتفنم بعد ثلاث سنوات اللي هو زي ما وزي ما قال اللي احنا بنطور المنائج التعليمية بدأنا من كي جي وان سنة 2018 والسنة الأولى عدادي حاليا آه اللي دخلين أولى عدادي من أول تاني أعدادي لغاية تالت سنوات حاليا كلها منائج قديمة تمام يبقى ما فيش تطوير لكن هنا حصل عملتي عادت هيكلة يعني عندك مجموعة من المواد عادت ترتيبها بشكل أو بآخر إيه اللي حصل أول حقا في أول سنوات كان فيه عشر مواد بقاهم ستة تاني حقا في تاني سنوات كان ثمان مواد بقاهم ستة برد تالت سنوات كان سبع مواد بقاهم خمسة طيب هل ده كويس من ناحية السيكولوجية والطربوية صحيح مية في المية لكن لكن هنا إيه اللي يتخفف بقا بس هي ده تبقى الاشكالية فندم اللي عملت شبه إيه حوار في سوشال ميليا إيه المواد اللي إحنا نطلحها وإيه المواد اللي إحنا ما نطلعها وبنان على إيه أنا طلعت مواد وبنان على إيه أنا أبكيت هذه المواد التانية طيب نرجع تاني أنا أخش أول سنوات أنا باعتبر الطفل أو الطالب اللي بيخلص إعدادية زي محرك قرتي مواد مجمعة وبعد كي يخش يلاع عالم تاني في قولها سنوي بيحصل له صدمة تربوية وتعليمية هي صدمة أنا كنت بقى العلوم أبص ألاقي كيمية وفيزياء وأحياء تاريخ وجغرافيا ما عافش الرياضة كذا وكذا وكذا ده بيعمل أهندسة فراغية وكام ده ده بيعمل صدمة للطالب فهنا فندم كان من الأهمية بمكان اللي إحنا نلم هذه المواد بحيث أنها تتناسب مع كردات طلاب العقلي طيب ده عظيم جدا في النقطة دي يا سيد أيمن هل إحنا عندنا المدرسين القادرين أنهم يدرسوا في مرحلة السنوي المواد المجمعة ده سؤال مهم السؤال آه بص هو زي ما قال وزير التربية والتعليم كل المواد موجودة يعني كل المواد ما فيش أي مادة تم إلقائها سواء المواد الأساسية أو مواد غير المضافة للمجموعة ثاني حاجة هناك عجز أقصر من 500 ألف مدرس موجود يعني أنا حترك بتقول فيه مدرسين أو لا لو أنا ما عنديش مدرسين يدرسوا الكلام ده وما عنديش عجز إلي خليني أعمل أربع بنود أساسية لجذب المدرسين إن أنا أتعاقد مثلا مع خمسين ألف معلم للحصة طبعا لو أنا ما عنديش مواد أو أنا ما عنديش طلبة طبعا أجيب خمسين ألف ليه ليه أفعل بند قانون 15 الـ 24 لماد الخدمة خدمة طلبة معاش طلبة معاش أعملها ليه وأنا أصلا لغيت مواد أو المواد دي مش عندي ليه أستفيد من خريج الكليات وخدم عندي من التعاون مع التضامن الخدمة العامة وأخدم مدرسه عندي عشان أيه كلام ده ليه المبادرة الأساسية مبادرة 30 ألف معلم مبادرة رئاسية ترتيب ألف معلم رئيس مصمم عليها ولازم تستمر وفعلا المرحلة التالتة من المدرسين 30 ألف معلم شغالة ويتم التعاقد معهم كل ده ليه ويبقى عايز المدرسين لو مش عايز المدرسين لا هناك هذه المواد في حاجة إلى المدرسين زي ما دكتور تامر قال المشكلة الأساسية هي السناتر ودروسه الخصية المشكلة الأساسية المدرسين في دروسه الخصية تم حجز السناتر الفيزياء والكيمياء والأحياء كل مدرس تم الحجز معه أي يوم درس هيدرس المادة هي التسايل دلوقتي هو في المركز لكن الوزارة أنا يتم الإعلان أمس سرعة في حل الأمور ده صعب جدا بمعنى أكيد هناك ألية للوزارة لتنفيذ ما تم الإعلان عنه أمس فاضل أقل من 40 يوم على بداية الدراسة مستحيل طالب حيخش المدرسة مش عارف إنه داخل حصة مثلا علوم متكاملة اللي ضم الفيزياء والكيمياء والأحياء علوم متكاملة إنه فيه مدرس داخل له يشرح له أكيد أكيد فيه مدرس موجود وداخل طبعا ممكن كل جزئية داخل المنهج داي يشرح مدرس يشرح مدرس ممكن كل جزئية يهتم ما تم في المناهج أو سواء تخفيف أو الضم أو كيفية آلية التنفيذ أكيد تم وضع خطة لها لتنفيذها مستحيلة هبدأ عام دراسي لو كان هناك نية إنه ما فيهش خطة فعلا موضوعة كان ممكن الوزير أعلن عبدات الدراسة في أكتوبر ودى نفسه فترة مساحة إنه هو خلال شهر ونص ممكن يعمل لا أكيد هو تم وضع كل الآليات لتنفيذها زي الخطة تبكير الدراسة كان العام الماضي في أكتوبر 2 أكتوبر هذا العام 21 هناك 31 أسبوع العام الماضي 28 أسبوع زيادة عدد أسابيع الدراسة هذا أكد أن هناك فعلا خطة موضوعة بكل دقة وفيه كل ما ممكن يحدث سواء الآن أو بعد ذلك تم حسابه دكتور تامر إحنا دلوقتي بنقول أن إحنا هندمج بعض المواد إزاي أضمن أن الطالب لما يدخل الجامعة بقى هو اللي ما يحصله صدمة مرة تانية لأن ممكن تبقى فيه مواد تخصوصية بتوسعة جدا وهو ما درسهاش أو ما الحقش في المواد المدمجة طب دعينا نطف الضمانات إيه المدى اللي وفر لي النجاح في ده طب دعينا نطف كفندم أن الضم أو الدمج ده في أولى سنوى فقط أولى سنوى أولى سنوى فقط يعني سنوى عامة هتبقى اللي هي سنة تلتة سنوى فندم الكيمية وفيزياء وأحياء هتقسم تاني آه تمام فهو ده من ناحية التربائية أنا شايفه كويس دي يا فندم أنا الطالب بتاعي بتاع أولى سنوى أنت عارف أولى سنوى عامة لكل الطلبة أنا عندي طلاب عندهم ميول أدبية زي حالاتي تمام الطلبة دي ما بيحبوش الكيمية والفيزياء والأحياء طب ليه أنا أكبر الطالب على دراس المساعدة هذه المواد فبالتالي إحنا حلم من المناجدية في مدى اسمال علوم المتكاملة كيفية بقى الدمج الوزارة لم توضح كيفية الدمج لكن فيه أقصر من السيناريو تقوم بساطة أكتر بحيث أن إحنا ما نرهقش الطالب بتاع الأدبي وفي نفس الوقت ندي مؤدمة للطالب اللي رايح علم جميل جدا أفهم بس كيفية الدمج بقى الألية اللي إحنا هندمج بها ما نعرفش هل زي ما الأدسازة قالت مثلا هخلي كلهم درس يشح الجزء من المناج ده وارد هل المعلم الواحد يمكن بتاع كيميا يدرس المناج ده الواحد وبتاع الفيزياء يدرس المناج ده الواحد وارد خلي بقى لحضراتكم إحنا عندنا في كلية التربية قسم الكيميا بيأخذوا موات في الفيزياء قسم الفيزياء بيأخذوا موات في الكيميا تمام بس هنا ده هيبقى الحساب عمق المادة التعليمية تمام عمق المادة التعليمية زي ما حرارك قلت دلوقتي إحنا هندي الطلاب أساسيات بيزيك معينة ينطلق منها إنت بقى بتحب الكيميا والفيزياء هتخش تاني سنو حتى إياه هتخش تالت سنوي هتلاقيها تمام دي نقطة نقطة تانية فنم مفيش كلمة إلغاء أي مادة في تالة سنوات لم تلغى أي مادة عشان فيه بعض الشائعات ترشل في السوشال ميديا إنهما لغوا موارك كان ده غلط أول حاجة فنم سواء في الأدبي أو في العلم مفيش فنم أول حاجة فلسفة فنم موجودة في قولة سنوات تاني حاجة فنم علم النفس موجود في تانية سنوات مادة أسية هتع breeding موضوع أنا أقول له حضرتكم حاجة هنا علمالنفس تانية وتالتة أنا وأنا طالب في الجامعة أو في الثانية الأسف كنت بأخذ علمالنفس في سنة واحدة بس تالت سنوات علشان كانت الشعباء الأدبية والعلبية بتحدد في سنوي عامة سنة واحدة جزيك حاجة والله أنا أتأسست في علمالنفس ربما كنت طالب علمالنفس في التربية في هذه المادة من تلت سنوي الجامعة بالنسبة لي كات زيادة المعلومات عاد خدتوا في سماوية عامة إذن سنة وحدة تكفي ما فيش أي استبعاد لأي مادة أنا شايف عملية تخفيف المقررات عن السماوية العامة ده في صالح حولها أمور طلاب قولا واحدا لكن آليات وطبيعة المواد اللي أنا شلتها زي ما قلت بلكده واللي أنا أضفتها هي دي محتاجة إعادة نظر واللي احنا نتأمل فيها شوية أكتر بمثلا أنا أصلا عندي في سماوية عامة في أدبي عندي خمس مواد لغة عربية لغة أجنبية أولى تاريخ جغرافيا المادة الخمسة إحصى طب إيه مبرد اللي أنا أحط الإحصى وما أحطش مادة زي علم النفس تمام مادة أدبي فبالتالي إحنا نأمل على فكرة كل خطة وكل تطور يا فندم أو كل إصلاح أو كل تعديل بنعمله وبنقض عليه فيدباك ده يعني مش قرار نهائي فإحنا بنلتمس من يكون مرن بالضبط يا فندم فإحنا بنلتمس نشوف التجربة الأول ونشوف المراحزات دي ونأخذها ونجمعها وكل حاجة قابلة للتعديل إن شاء الله طيب دعظيم جدا أستاذ أمان المواد اللي تشالف من المجموعة إيه تأثيرها على الطالب تأثيرها لسه أكواس عاداك فتحت الموضوع لأنني كنت لسه بقى الدكتور تاني بتكلم ما هي مادة نجاح ورسوب بمعنى حتى لو طالب متفوق وطرك المادة المواد غير المضافة مثل تربية دينية أفرنسية ودلوقات أو لغة تانية العلم نفس لو سقت يعني أكثر من المادتين يعتبر راسب يعني حتى لو نجح وترعي الأول بمية في المية وسقت في المواد حياتي السنة عليه يعني هي نجاحه الرسوب يعني من نفسها تتشال من المجموعة هتشال في سنة تالتا هتشال آه في سنة تانية هتشال في سنة تانية فهو هي نجاح لازم يخش يدخل فيها يمتحن فيها وينجح فيها هي دي المشكلة الاساسية يعني لأن يعني مدارسين أو زي بقول ملوك المادة في السناتر ده دخل كبير جدا لأن الطالب مدخة أساسية بيخش في دروس ومجميع وفي المدرسة وخارج المدرسة مبالج طائلة بتدخل المدارسين في السناتر ما بقاش خلاص طالب يقولك من هزاكرها في البيت طب ما هو فيه جانب تاني ممكن يقولك دي مادة سقوط ونجاح أنا مش ههتمي بيها قوي المهم عدي ما هي عدي ماشا هي عدي المهم عدي جودة الخدق أو تعلمه ممكن ما تبقاش بالشكل الكافي لأنه برضو الطالب يعني خلينا نقول أنه فيه حتة لقم شوية الحاجة اللي أنا مش هجيب فيها مجموعة ممكن أركنها على جانب شوية وهقول المهم عدي فيها ما هو فعلا هو هيعمل كده هو الطالب يعني هيذاكر مش هيديها المجهود أو اللي بيديها مع الموضي الأساسية اللي هي عايز بيها يجيب بها مجموعة هيذاكر المذاكرة اللي تنجحه بس لازم نأخذ فرق ودكتور تامنا عارف كده كويس فيه فرق بين الدراسة في السنوية العامة ودراسة في الجامعات يعني ممكن الطالب يعني المؤكمية المواد اللي دراسها خلال الفترة الفاتت اللي كان بدرسها الطالب وتم تعديلها الفترة دي كان كبير جدا من المواد الدراسية عدد غير طبعا الجلوات العلمية يعني بيحتاج لها في الكلات لكن فيه مواد ملايش أي لازمة في الجامعة الجامعة حياة تانية خالص مواد تانية مناهج جديدة مختلفة تماما المخرجات مختلفة تماما أنا بأهل طالب يعني الوزير كانت تكلم حاجة مهمة جدا أنه هو من 26 إلى 27 حددخل البرمجة مثلا مدال موجود وده نقطة مهمة جدا تاني حاجة لو قرأنا في قراءة في عدد طلاب السنوية العامة على مدى العامين الماضيين عدد طلاب في الشعب العلمية تخطى 550 ألف طالب الشعب الأدبية حول 190 ألف طالب يعني الاتجاه إلى المواد العلمية لأن علمي بالذات أنا أدخل علمي مفتوح لي أمامي جميع الكليات الأدبية الأدبية العلمية باستثناء طبعا علمي شعب العلوم ومرضيات هندسة وطب ولكن التوجه العام الماضي في التنسيق وهذا العام في التنسيق التوجه إلى الزكاة الاصطناع والحاسبات والمعلومات هل أنا عندي تجارب مشابهة؟ أنا بطبقها لنمازج مثلا تعليمية في دول أخرى نجحت؟ أو أنا بجرب تجربة فريدة من نقاشاتي ومن حواراتي؟ طيب وفي البداية ليه تعليه بس على الصالة والنقاش المجتمع اللي يتفتح حواليا ليه تعليه على الصالة السابقة عشان أنا لراجل طربوي لازم يعني أي حاجة فضعيب أول حاجة فنم طربويا الطالب ملوش دعوة بالمادة مضافة ولا جير مضافة لمجموعة إحنا عايزين نرصخ في الدولة المصرية ثقافة التعليم أو التعلم بمعنى فنم أنت عندك مجموعة من المواد مكلف بها تمام؟ يبقى أنت ذاكرة سواء كانت مضافة ولا غير مضافة ليه المجموعة بس هم عملوا نوع من الدراسات الشبه الحرة للطالب أنه ينمي نفسه في الحياة دي خلي بالك اللغة كده كده الطالب عايز ينمي نفسه في اللغة لو هو عايز يطمح إلى أي مكان فيما بعد فهنا من هنا طلعوا المادة دي برا ليه المجموعة رغم النحي مادة مهمة زي ما حالتكوا عارفين حتت بقى التجارب العالمية أستاذ هذه بقى هو في العالم كله مفيش دولة فيها في سواء العامة أكثر من 30 مادة كلام ده مش موجود غير في مصر ده شكل عب وعمل طفح في الدولة المصرية في التعليم المصري وطلع علينا منتج تعليم من سواء العامة لا يفقى شيء في الجامعة أنا بيجي لي طلاب في الجامعة وحاصين على درجات عالية جدا بلاقي مساوام صعب جدا نتيجة يا فنم من المخروجات التعلم اللي هي طالع من سواء العامة غير جيدة تمام فبالتالي فلسفة تقليل المواد دي فلسفة جيدة جدا بحيث هتحقق لي مجموعة من الفوائد أول حاجة فنم نظام تقليل المواد درسية فنم بيعتصد مع النظم العالمية كلها اللي بتقلي عدم مواد تاني حاجة بيخفف حيسمها العبء المعرفي لعلى الطالب يعني العبء المعرفي أنا كطالب ربنا خليني بكدرات ذهنية معينة بلاقي منها جد كده لا تتلقى مع كدرات ذهنية أنا هنا لما أخفف بعمل نوع من التوازن بين المواد من ناحية وكررت على سيعبة من ناحية تانية بتخفف العبء على أولئك الأمور من ناحية دروس خاصية أنا بدل ما دي لبن عشر دروس في أول سنة وحدي له ستة بدل ما دي له سبعة تالت سنة وحدي له خمسة كتب خارجية فنب بدل ما أنا أشيره كتاب في الكيميا فيزياء كذا كذا هتشيره كتاب واحد وبالتالي الكتاب بتاع المدرسة نفسه برضه بدل ما هيبقوا تلك كتب هنلحق نعملهم كتاب واحد وطبعا دي أتبقى مسؤولية الوزارة يعني هو بالنسبة التنفيذ أكيد مع كل شيء ما أقدرش يبدأ عن دراسي حتى ممكن كتب تتأخر ما هذا الطبيعي أول أسبوع ده دي كتب نزلت في السوق فعلا ما نزلت عمانية كتب الخارجية كلها طلبة اشترت طبعا طب والناس اللي اشترت الناس اشترت والناس الحجز السناتر والناس حجزت برضه لا الحجز يتلغي بالنسبة للكتب برضه ما هو المنهج نفسه هيبا هيتم تقليل وشو صح؟ هيقللوا المنهج نفسه من كل مادة زي الكيميا والفيزياء والحياء فهيقللوا من ده شوية ومن ده شوية ومن ده شوية هيدمجوهم في مده وفقه يعني نزام معينة عشان لا يدرب في الآخر بالعملات العلمية أعزا شير نقطة معينة اللي أنا بدأت بها إن ده مش تطوير معناه يبقى فنم اللي أنا عند الكتب أنا ملزم بها بس هيعملوا وحيشكلوا لجنة لدمج المناهج يا فنم هتشوف الحاجات القابلة اللي هي للحص والحياة اللي تبقى الحياة اللي هتبقى مليون في المئة بصفة التربوي هتبقى مواد متاصر بحياة هتبقى ثانية أو ثلاثة ثانية طوال العلمي تمام فدي عملية فنية من المتظمين ما يعملوا بس عايزة أرجع تاني من فوائد تالي المواد الدراسية خلي بالك هيعمل يا فندم يمكن يعمل نوع من جذب الطلاب لمدازل مرة تانية إزاي يا فندم اللي أنا هنا بخفف الجدول بدل ما هو كله مواد 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 وطالبة بيعانوا منه حط لهم أنشطة تمام الأنشطة دي حاجة من الحياة تتكذب لطلاب المداز أنا أعرف طلاب كانوا يحب يروح مدازة اليوم اللي فيها مثلا تربية رياضية حصة العالم أو موسيقى 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 والتبير المنزلي وزراعة للصبيان هولا حرارك حديد من ناحية تربية بتساعم في تنمية شخصية الطالب بشكل هايل ومهرات عندي الأنشطة دي المعاليش ما حدش يزعل مني أهم مواد دراسية في بعض الأحيان أنا حنام بجانب عقلي 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 واسيب الجانب الوجداني والشخصية لا أنا موتام من الحيطة دي هتعمل هتعمل ايه تاني ورد للمواد دراسية هتخلي امتحان السمارة عامة فاندم بعد ما كان بتقعد شهر وشهر ونص تقعد أسبوع أو عشر ايام إبدا فوائد لأولا هتحل لي مشكلة العقز في المعلمين بدأ ما أنا محتاج فيه مادتين ميتون معلم هحتاج بس ميت معلم فهي أنا عندي معادلة كده عايز أحافظ عليها عملية التوازن برضي الأهالي وبريح الطالب وببص للكوادر اللي شغالة في الموضوع مش عايز أخلي بالجودة بالزبط يا فاندم فدي ده تحدي ده تحدي صعب عشان كده احنا بنقول الأمر هنطبقه أو اللزارة هتطبقه وتجمع ملاحظات وإحنا طبعا بنرجوها اللي هي تشوف تتلافى أي ملاحظات ما فيش أي مشكلة طيب ده عظيم جدا احنا معنا دقيقة محتاجين بس نصيحة من حضراتك الأولياء الأمور اللي عندهم مولاد في سنوية عامة السنين أنا بالنسبة لي بقول أولياء الأمور فهي أنا دي فرصة ذهبية لكم إن أولادكم يخشوا بلا دغوط ولا دغوط عليكم كأولياء والطلاب والطلاب يشتغل عن مواد درسية مطلوبة منهم وما لهمش أي دعو بمواسات خارجية هذا النظام لصالح الطالب أنا بقول لأولياء الأمور نجاح التطوير أو ما يحدث الآن هيكون سببه الطلاب عودة الطلاب للمدارس بداية من العام الدراس الجديد هو الأساس لنجاح ما تم الإعلان عنه بالنسبة للمناج عدم موجود الطلاب في المدارس هيثم مثل مشكلة كبيرة أرجو من الطلاب العودة إلى المدارس كل الشكر لحضراتكم شرفتونا ونورتونا الأستاذ أيمن صقر الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم بوكالة أنباء الشرق الأوسط الدكتور تامر شاوي أستاذ علم النفس التربوي بجمعة عين شمس شكرا جزيلا شكرا شكرا